فجر كل صباح يخرج العم أبو أحمد كغيره من الفلاحين إلى أرضه للإطمئنان على المحصول وبانتظاره طول الأمطار التي تنعش أرضهم ومراعيهم وكل جوانب حياتهم يراقب المزارعون السماء وما فيها من غيوم وأمطار ويتلحفون بفارغ الصبر نزول قطرات الماء ولا حديث يضغى على مجالسهم سوى الأمطار أحدا كل يوم نجي نخم العرض ونتأكد من العرض وكل يوم ندحج بل ساعة ندحج عن نشر الجوية بش يرحمنا المطار وأكثر منها 15 أذار نقطة على الأمل خالص 15 أذار نقطة على الأمل من المزروعات خالص إذا ما جاءنا مطل استمرار غياب الأمطار قد يؤدي إلى تكرار سيناريو الجفاف الذي شهدته سوريا لمرتين متواليتين على مدار عشرين عاما ليهدد الشبح الجفاف مزارع المنطقة التي تعد سلة الغذاء الرئيسية لسوريا ويعتمد عليها الأهالي في كافة جوانب حياتهم هذا الجو يدل عن الجفاف يعني جو مثل جو الصيف ما فيه لا أمطار لا شيء يعني المنبوت هذا من هنا لا شعر زمان ما إجاء مطر رح يموت وتواجه الأراضي الزراعية في سوريا بشكل عام خطر الجفاف بسبب عدم هطول الأمطار ويحذر قبراء من أن تأخر نزول الأمطار قد يعرض المنطقة بالكامل لكارثة إنسانية تواجه الأراضي الزراعية في سوريا بشكل عام وفي الجزيرة السورية بشكل خاص خطر الجفاف بسبب عدم هطول الأمطار إلى الآن ليبقى الخوف المرسوم على وجوه الفلاحين وترقب المنخفضات الجوية بفارغ الصبر هو المشهد السائد هنا في المنطقة نازل سيد قناة الغد ريف القامشلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر